مرحبا بكم في فيديو آخر في هذا الفيديو سأريكم كيفية ترجمة الفيديو هاس باستخدام موقع اسمه CupWing العديد من خدمات الترجمة هي خدمات مدفوعة ولكن بإمكانكم استخدام CupWing مجانا مع بعض القيود فبعد مشاهدة هذا الفيديو ستعرفون ما إذا كانت الخدمة المجانية تكفيكم أو تحتاجون إلى شيء أكثر تطورا وتتطلب الدفع سأتكلم عن قيود استخدام هذه الخدمة بالمجان في نهاية هذا الفيديو خطوات ترجمة بسيطة أولا علينا تسجيل الدخول بإمكاننا استعمال حساب جوجل أو حساب فيسبوك لتسجيل الدخول أو ببساطة يمكننا استخدام عنوان بريد إلكتروني في هذا المثال سأستخدم الخيار الثالث لكنكم حرار في اختيار ما تريدون بعد إدخال عنوان البريد ستحصلون على رمز لإدخاله هنا لتسجيل الدخول بعد تسجيل الدخول نرى هذه الصفحة وهذا هو المكان الذي ستظهر فيه جميع مشروعاتنا حاليا ليس لدينا أي مشروع وهذا فقط فيديو تعليمي من كابوينغ الآن للترجمة ننقر على Tools ثم Subtitler وهنا علينا أن نحضر الفيديو الذي نريد ترجمته إذا كان ملف الفيديو موجود في الحاسوب يمكننا تحميله وإذا كان الفيديو في موقع مثل اليوتيوب يمكننا وضع الرابط هنا في هذا المثال سأقوم بتحميل فيديو قصير عندما تنجح هذه العملية نرى هذه الصفحة حيث نجد الفيديو في هذا المكان إذا وجدتم هذا الفيديو مفيدا اضغطوا على Like واشتركوا للمزيد من الفيديوهات بعد ذلك ننقر على Auto Generate لتوليد العنوين الفرعية تلقائيا ومن هنا علينا اختيار اللغة المستعملة في الفيديو وكما ترون هناك الكثير من اللغات قابلة الترجمة وبما أن هذا الفيديو بالعربية نختار العربية بعد ذلك ننقر على هذا المربع لتفعيل الترجمة وهنا نختار اللغة التي نريد الترجمة إليها وكما ترون هناك لغات كثيرة في هذا المثال سأختار الإنجليزية لأني سأتمكن من التأكد من أنه تمت الترجمة بشكل صحيح بعد اختيار اللغة ننقر على الزر الأخضر ثم ننتظر حتى تنتهي الترجمة وهذه العملية ستستغرق وقتا أطول كلما زاد طول الفيديو عندما تنتهي نجد الترجمة هنا وهنا فقط أتخلص من إشعار يقول إن جودة الفيديو الموجود هنا لا يؤثر على النتيجة النهائية والآن عند تشغيل الفيديو نرى الترجمة إذا وجدتم هذا الفيديو مفيدا اضغطوا على لايك واشتركوا للمزيد من الفيديوهات وعند الحاجة بإمكاننا تعديلها من هنا إذا كان الفيديو أطول ستجدون الترجمة مرتبة على هذا الشكل وبإمكاننا التحكم في وقت ظهور الكتابة بتعديل طول الخط الأزرق بهذه الطريقة إذا كان كل شيء على ما يرام بإمكاننا الانتقال إلى الخطوة الأخيرة هذا فقط يرينا كيفية تعديل عناصر مختلفة لأن هذه الصفحة عبارة عن أداة تحرير الفيديو على الإنترنت وعند الحاجة يمكنكم تعديل طول مجموعة من العناصر بهذه الطريقة في هذا المثال لا نحتاج إلى صغير شيء سأنقر على رفض في هذه المرحلة بإمكاننا مشاهدة الفيديو مع الترجمة ببساطة ولكن إذا كنا نريد مشاركة النتيجة مع شخص آخر علينا تنزيل الفيديو من أجل تنزيل الفيديو علينا تصديره أولاً فننقر على الزر الأخضر أو على السهم بالجانب ثم على الخيار الأول لتصدير الفيديو على صيغة MP4 ثم ننتظر حتى تنتهي المعالجة بعد الانتظار الملف جاهز وبإمكاننا تنزيله وبطبيعة الحال هذا مثال واحد فقط إذا كان الفيديو بلغة مختلفة بإمكانكم اختيار أي لغة مدعومة من هذه القائمة والآن سأتحدث عن قيود استخدام هذا الموقع مجاناً كما ترون هنا إذا قمتم بتصدير أكثر من ثلاثة فيديوهات في غضون نفس الشهر ستضاف علامة مائية على الفيديوهات وأيضاً لا يمكنكم تصدير الفيديو بدقة أعلى ولا يمكنكم تنزيل الترجمة بشكل منفصل على صيغة ملف SRT إذا حاولتم فعل ذلك سيطلب منكم الدفع وهنا نجد المزيد من التفاصيل حول فوائد الدفع فلذلك إذا كنتم تريدون فقد فهم بعض الفيديوهات بإمكانكم استعمال هذا الموقع مجاناً شكراً على المشاهدة